عشر دقائق كانت كفيلة بإلقاء القبض على الزعيم تنظيم داعش الإرهابي في اليمن الملقب بأبو أسامة المهاجر إنجاز تعاون على تحقيقه القوات الخاصة السعودية والجيش اليمني الوطني في سياق حملة القضاء على الجماعات الإرهابية في البلاد ساهم ظهور داعش في اليمن بإدخال تعديلات على خطط التحارف العربي بمواجهة ميليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة وأصبحت العمليات العسكرية تركز على ثلاث جماعات إرهابية خلال عام 2016 نفذ التحالف العربي عمليات عسكرية ضد تنظيم القاعدة في مدينة المكلة مركز محافظة حضر موت وتمكن التحالف من طرد الإرهابيين والسيطرة على المدينة وفي العام نفسه أطلقت الحكومة اليمنية الشرعية بالتعاون مع التحالف العربي عملية أمنية في محافظة عدن لملاحقة خلايا تنظيمي القاعدة وداعش في عام 2017 اعتقلت قوات الشرعية اليمنية بدعم من التحالف العربي عددا من قيادي التنظيمات الإرهابية وقتل آخرون في مناطق عدة أهمها أبيان ولحج وشبوة في أكتوبر من ذلك العام أيضا دخلت الوليات المتحدة على خط الغارات الجوية على مواقع وقياديين في تنظيم داعش من خلال شن غارات بطائرات من دون طيار على مواقع للتنظيم في محافظة البيضاء عام 2018 استمرت الحملات الأمنية لملاحقة الجماعات المتطرفة منها الجبال السود في محافظة حضرموت وعملية الفيصل غربي مدينة المكلة وفي أبريل لقي مسؤول من تنظيم داعش في عدن صالح ناصر فضل الباخشي مصرعه في عملية دهم لوحدتين مكفحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني التابعتين لإدارة أمن عدن وفي يناير الماضي ضبطت الحكومة الشرعية خلية إرهابية تنتمي لداعش تلقت تدريبات على أيدي خبراء إيرانيين ومن حزب الله اللبناني وقيادات حوثية علاقة بين ثلاثي الشر داعش والقاعدة والحوثيين أكدتها تقارير دولية جعلتهم يتفقون ضد مصالح الشعب اليمني